من جديد عضنا لحضراتكم فضلت الشيخ حافظ عبد الحليم بتكلم معايا عن فضل شهر الشعبان وقال لنا إنه من أهم يعني إنه ربنا إن شاء الله يتقبل مننا العبادات في شهر رمضان إنك في شعبان تتسامح وتتصافى ولو فيه في قلبك حاجة تكون إذا قدرت طبعا إذا استطعت وأنا عايز أتكلم مع حضرتك عن صور الخير وصور إنه الواحد يرق قلبه أو يصفي قلبه مش عارف يعني هل أعمال الخير بتصفي قلوب الناس إنه لا مازال في خير أنا متسامح أنا بقدم الخير للغير هقول لحضرتك إحنا اتفقنا إن شهر شعبان ليه خصوصية وليه فضل والصحابة كانوا دايما يتعاملوا مع شهر شعبان على إن أنا بهيأ نفس العمل الخير يعني ده مضمار التدريب ده مكان للتدريب عشان خاطر لما أدخل السباق نفسي ما تقطعش من الأول أنا مش متعود على قرية القرآن مش متعود على قيام ليل مش متعود على صلة الرحم بالشكل المطلوب يعني مش متعود على الصدقات مش متعود على إن أنا يعني أكون متفاعل مع المجتمع في عمل الخير مش متعود على ده فلما يدخل علي شهر رمضان وألاقي نفسي إن أنا مطلوب مني كل ده فده بيكون أمر صعب هلاقي نفسي بهنج إما إن أنا أقعد في الفترة الأولى بيدوب بحاول أتضرب لحد لما يدخل نص رمضان وبعد كده بقع في الآخر أو بيضيع مني خالص لكن الإنسان العقل هو اللي بياخد شهر شعبان ده بقى بيبدأ إنه يروي فيه اللي زرعه في شهر رجب عشان خاطر يقدر يحصد الاستمرارية على العمل في شهر رمضان أهم عمل إنسان يعمله أنا قلت لحضرتك في شهر شعبان إنه هو ينقي نفسه ويصلح قلبه إذا كان فيه بينه وبين حده خصومة يعمله الأمر الثاني وده أهم برضو من الأمر الأول هي فكرة التوبة إنه يتوب لله سبحانه وتعالى إذا كان فيه زنب في حياتي إذا كان فيه أمر أنا بعمله بيبعدني عن ربنا شوية أو بأنه بيجعلني أقصر في صلاة أو في عبادة برضو أتوب منه وأستغفر الله سبحانه وتعالى الأمر اللي بعد كده إن أنا أعود نفسي على عمل الخير على عمل الخير يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما كانوا الصحابة بيجي وصفوه في رمضان كانوا يقولوا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جوادا يعني كريم ومعطاء وينفق صلى الله عليه وسلم وكان أكثر ما يكون في رمضان يكونوا جوادا كالريح المرسلة صلى الله عليه وسلم يعني النوع معطاء طب أنا أصدل لو الصفة دي مش فيها همدر أكون أكثر جودا إزاي في رمضان يعني حتى الكرم مع الناس ومع الغير ومع النفس بيحتاج تدريب فضلت الشيخ طيب خلينا نشوف الشاشة وهي نموذج للكرم الإنساني أنك أنت بتكرم حد واللي بيعوز أنه يبقى كريم لازم يكرم غيره فالكرم الإنساني أنك أنت تعايش غيرك في حياة كريمة إذا قدرت بالتبرع مثلا أنك توفر له كوب ما ينظيف بأبار ارتوازية دي أكيد في الصعيد عندنا في مصر وحضرتك دايما موجود وإحنا وفريق العمل زورنا أماكن كتير في بلدنا خاصة في الصعيد وفرنا لهم كوب ما ينظيف من خلال الأبار الارتوازية فإيه حياة الناس قبل وجود الماية دي ماية نظيفة وبتخدم أكيد بيوت كتيرة شايف حضرتك البيوت حوالينا كتير حوالين البير وأنا وإنت وشيوخنا كتير نزلنا وطبعا المسؤولين في نبض الحياة رئيس مجلس الأمنة كنا دايما هناك بنشوف أهلينا قد إيه محتاجين في كل مكان كل ما نخلص مكان نلاقي مكان تاني فالمشوار طويل مشكلة قرى الظاهر الصحراوي اللي هي موجودة في المينيا وباني سويف وفي الفيوم أغلبهم مشكلتهم المية اللي بتطلع من الأرض المية بتطلع ملحة وفيها شوائب كتيرة جدا ما يقدرش الجسم يتحملها فبالتالي بيصابوا بمشاكل صحية كتير وعشان خطر عزرا وعشان خطر يقدروا يتخلصوا من هذا الأمر فبيضطروا أنهم يمشوا مسافات طويلة جدا يقفوا فيها بالطابير عشان يملوا ماء فكان من مؤسس نبض الحياة لما ظهرنا أهلنا هناك وأكثر يعني وجدنا أن أكثر الناس احتياجا وأشد احتياجا محتاجين الأمان من ناحية الماء الأمان فقررنا أن احنا نعرض الأمر دو على أصحاب الخير وأهل الخير اللي هم شركائنا في مؤسسة نبض الحياة والجمهور اللي بيدعمنا فما كان إلا هذه الاستجابة بالصورة المبهرة اللي حضرك شايفها قدامنا وهو الناس برضو شيخ حافظ بيفتكروا أنه لما تعمل صدقة جارية أو تتصدق تعمل كل دير مية لكن فكرة الأبار الارتوازية أو الصلاة المية أو محطات المية هي فكرة محتاجين أن احنا نأكد عليها ونفاهمها لمشاهدين وقد إيه هي بتوصل خيرها لناس كتيرة جدا أنا بقول لحضرتك فكان الاستجابة يعني أكثر من رائعة يعني الناس مستجيبة لأنه معارفين إيمة اللي بيقدموه ولو حضرتك شايفة كمان أن مسألة فهم أن أنت بتقدم صدقة بينادي الله سبحانه وتعالى وعارف أعظمها وعارف قدرها وخصوصا في سوقي الماء هتلاقي ده واضح على الأسماء الموجودة على الأبار هتلاقي بئر وبالوالدين إحسانة بئر فاع الخير بئر الكوثر بئر الجنة نهر الجنة هتلاقي ماء السماء هتلاقي يعني ما شاء الله لا قواتها إلا بالله الناس بتتفنن في إنها تختار أسماء يعني معدرة لا ده دليل على يعني تعبر وبتدل على كم الخير اللي موجود جواهم وأن الإنسان بيضع صدقاته بين يدي الله سبحانه وتعالى وبيبحث عن عمل الخير اللي هو يرقي درجات الإيمان أصلا عمل الخير ده مش هتنكلم بها في شهر الشعبان وعمل الخير عمل الخير بيرقي الإيمان في القلب والواحد في محصلة شهر رمضان أو في ناية شهر رمضان بيبقى الغرض إنه يحصل التقوى كتب عليكم الصيام وكما كتب علي ذينا مقابلكم لعلكم تتقون فالنبي عليه الصلاة والسلام يكثر من صيام شهر الشعبان ويصوم الاثنين والخميس وثلاث يام من كل شهر لأن محصلة الصيام هي التقوى والتقوى أيضا هي محصلة العمل الصالح وهي أيه التقوى التقوى دوت هو الخوف من الجليل والرضى بالقليل والعمل بالتنزيل والاستعداد اليوم الرحيل اختصارا كده هو أن تجعل بينك وبين عذاب الله وبين عقاب الله وقايا وحمايا يعني عمل الخير والكثرة أو أنك تزيد من عمل الخير خاصة في شهر شعبان استعدادا لرمضان ده بينقق قلبك بينقق القلب صح ويخليك أكثر خافة من الله وزي ما رسول صحي كان بيقول لحضرتك بيرقق القلب عمل الخير بيرقق القلب وأنا أصلا محتاج أدخل شهر رمضان وأنا قلبي فيه رقة طب ورقة القلب دي مش بتيجي بس بعمل الخير بس ده بتيجي بأنك أنت تقدم خير مباشرة للناس تشوف الأثر بتاعه يعني لما تشوف أن أنت حد كان واقف أو ست واقفة أو معها أطفال واقفين لا ده الموضوع أعزينا أتكلم عنه بالتفصيل أننا عشت وحضرتك عشت مع أهلين أنا في بانسويف وفي غيرها من المحافظات المصرية بعد الفاصل أتكلم حضرتك أو مع حضرتك عن أثر فعل الخير في القلب وفي إسعاد الناس وساعدتك أنت كمان بإزاي ممكن تتنقل منهم ولينا وكل الناس اللي بيشوفونا النهاردة عايزين لهم الفكرة أو الإحساس ده عشان يتحفزوا أكتر معانا النهاردة بعد الفاصل نتكلم أكتر فاصل ما نعود إليكم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر